عروض بيتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كل عام وأنتم بخير إن شاء الله في الحلقة دي نستعرض مع بعض عروض شركة بيتك في بعض المنتجات اللي هي مركات برندات عليها شركة بيتك كاملة عليها عروض في حاجات لحد 40% وحاجات 50% بأسعار كويسة جدا في حاجات نزل من 8000 جنيه في حاجات نزل من 8000 جنيه إن شاء الله كل دي نستعرضه معكم في خلال الحلقة بتاعتنا بإذن الله لو أول مرة تشاهدونا لا تشرفونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على وضع الكل وعمل إعجاب للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد عن الأجهزة المنزلية ويلا بينا نبدأ حلقتنا على بركة الله مع أول جهاز معنا وأول جهاز معنا بيبقى خلاط كنود ده بيبقى اللون بتاعه أبيض ده بيبقى 2 سرعة زائد سرعة متقطعة اللي هي البلز بيبقى في مطحنة مع واحد مطحنة ده سعره 1200 وعليه خصم 50% عامل 600 جنيه ضمان سنتين رقم الموديل اللي إحنا كاتبينه إن شاء الله دلوقتي على الشاشة ومن ماركت كينود نقدر نعرف إنه كده شركة بيتك عامل عروض كويسة لإنه كينود دي من أنضف المركات اللي موجودة في السوق بالنسبة لحاجات المطبخ أما العرض اللي بعديه فبيبقى على المكوة البخار المحمولة ماركت بلاك أنديكر دي بتبقى 1500 واط طبعا دي بخار دي ضمان سنتين اللون بتاعها بنفسي زي ما إحنا شايفين أول صورة معنا دي سعة التانك اللي هو بيبقى نازل معها ده بيبقى 260 ميلي وبتكوي الملابس النعمة لو إحنا عايزين نكوي ملابس خشنة أو حاجة بتحتاج زي فرشة بيدل أو حاجة في الصورة التانية بيركب عليها الجزء ده نازل معها ملحق أما لو إحنا مثلا عايزين نشغل قرورة تانية أو إزازة تانية خارجية غير اللي بتبقى نازلة معها ففي الجزء اللي إحنا مشاورين عليه بالسهم ده وبيبقى نازل معها جوه الكرتونة وممكن نركب على أي إزازة خارجية ونركبوه على المكوعة عادي وبرضو بنستخدموه نفس الاستخدامات بتاعة الشكلين الأورنيين الجزء اللي إحنا مشاورين عليه بالسهم ده ده زرور الباور بتاعها دي نازل عليها خاصم أربعين في المية دي سعرها عامل ألف ربعمية وسبعين ونازلة في العرض عاملة تمنمية تمانية وتمانين أما العرض اللي بعدين إن شاء الله فبيبقى على محضر طعام كينوت كيتشان ماشين ده بيبقى تمنمية واط بيبقى اتنين سرعة ساعة الكبة اللي هي اللي إحنا مشاورين عليها بالسهم دي اتنين لتر وواحد من عشرة ساعة الخلاط اللي إحنا مشاورين عليه ده بيبقى واحد واثنين من عشرة لتر طبعا اللون بتاعها فاضي آآ الدمان سنتين آآ شركة كينوت اللي إحنا مشاورين عليه بالسهم ده مطحنة ده طقم مباشر اللي إحنا مشاورين عليه لو إحنا عايزين نشيل السلاح بتاع الكبة ممكن نركب السلاح اللي إحنا مشاورين عليه بالسهم ده بيبقى السلاح للعجين نعمل بيه كيك أو حاجات زي كده اه اللي احنا مشاورين عليه بالسهم ده مضرب بيد برضو بنشيل السلاح اه اللي موجود اه جوه الكبه وبنركب سلاح مضرب البيد اللي مشاورين عليه بالسهم ده برضو دي عصار ببرتقان وموالح دي بتعمل معنا ببرتقان او لامون والوط اه تمنمية وط بس احنا ما بنشغلهاش على اعلى سرعة احنا بنشغل اقل سرعة لان هي اه بنحتاجش سرعة عالية زي ان هي ما اترتاش اه برا الكيتشن فا اه بنشغلها على السرعة العالية ده سعرها عامل اه تلات تلاف جنيه وعالية خاصة من تلاتة وتلاتين في المية عاملة الفين جنيه اما العرض اللي بعدين ان شاء الله فدي بيبقى اه اللاية اه فليبس اللاية اه بطاطس اه فليبس دي ممتازة جدا اه دي بتبقى الف وربعمية وط اللون اسويت زي ما احنا شايفين اه الساعة بتاعتها واحد لتر وبتاخد جواها تمنمية اه جرام طبعا بيبقى فيها طايمر زي ما احنا شايفين كده قدامنا ده بيبقى تلاتين دقيقة الحالة بتاعتها تفال وممكن تتغسل في غسلة الاطباق عادي آآ دي بتبقى ممتازة جدا للي عايز يعمل آآ اكل بدون زيت دي سعرها تلات تلاف جنيه وعليها خاصة من تمانية وعشرين في المية عاملة الفين مية وخمسين اما العرض اللي بعدين ان شاء الله فبيبقى على كاتل آآ براون آآ ده بيبقى لتر وسبعة من عشرة زي ما احنا شايفين كده التدريج موجود على آآ الصورتين آآ طبعا احنا بنحط آآ اقل حاجة زي ما احنا مشاورين كده بالسهم دي اقل كمية احنا ممكن نحطها آآ واعلى كمية احنا ممكن نحطها اللي هي آآ اخر في المؤشر فوق عشان لو زادت عن كده المية لما بتغلي بتنزل من الكاتل من الجناب فممكن تحرق الهيتر اللي هو آآ تحت في ناس بتشتيك ان هو بيتحرق اي كاتل عمتا آآ مش شرط براون ان هو الهيتر بتاعه والقاعدة بتاعته آآ بتتحرق او بيحصل في مشكلة بسبب ان احنا بنزود مية عن العلامة الماكسيموم فبتقلب مننا برا لما المية بتغلي آآ فده بيبقى غلط جدا آآ وفي ناس بتشتيكي برضو ان الكاتل آآ بيتحرق آآ منهم لانهما بيحطوا مية اقل من الميني آآ بيقول انا مسلا عايز اعمل كبافة بيحط كمية صغيرة فده غلط احنا اقل حاجة اقل حاجة نحط عند الميني ولو نزود شوية بافضل عشان آآ يفصل اوتوماتيك لما بيجي آآ يشتغل آآ ده سعر آآ عامل الف متين وعشرة وعليه خصم تلاتين في المية عامل تمنمية وخمسين آآ ضمان آآ سنتين وده الفين ومتين واط واللون زي ما احنا شايفين احمر اما العرض اللي بعدين ان شاء الله فبيبقى برضو على شركة براون خلاط آآ براون ده بيبقى تمنمية واط بيبقى خمس سرعات زي طبعا سرعة متقطعة او نباضات عشان آآ نشغلها بالعكس زي نباضات آآ وده بيقرش التلج آآ ده ممتاز جدا لجرش التلج لانه هو الواط بتاعه تمنمية جنيه اغلبية الكافتريات آآ بتاخده عشان الواط بتاعه عالي وبيطلع حاجات كويسة جدا مع التلج آآ بيكسروا وبيطلع نتيجة ممتازة آآ ده زي ما قلنا لتر وسبعة من عشرة ضمان سنتين آآ ده سعره الف سبعمية وخمستاشر وعليه خصم اربعة عشرين في المية عامل الف وتلتمية آآ جنيه اما العرض اللي بعدين ان شاء الله فبيبقى على ديب آآ فريزر وايت ويل آآ ده بيبقى ستل ستيل ده بيبقى سبعة درج آآ طبعا فيتر مستات آآ بنقدر نتحكم في درجة الحرارة آآ الجزء اللي احنا مشاورين عليه بالسهم ده آآ احنا بنقدر نتحكم فيه عن طريق درجة الحرارة اللي هو الديجتال اللي امامي في باب ديب فريزر آآ ده بيبقى الساعة بتاعته ميتين وعشرين لتر آآ طبعا آآ الابعاد بتاعته الطول مية خمسة وتمانين سنتي العرض والعمق آآ ستين سنتي آآ ده سعره آآ آآ سعره تسعة تلاف وتسعمية جنيه وعليه خصم تسعتاشر في المية عامل آآ تمن تلاف ده حاجة ممتازة جدا ومتبطن زي ما احنا شايفين مشاورين بالسهم كده عشان ما يتخبطش او يحصل اي حاجة للسرابنتينا بتاعته فده حاجة ممتازة جدا اما العرض اللي بعدين ان شاء الله فبيبقى على ميزان آآ سامسونج ده بيبقى ميزان ديجتال آآ لقياس آآ الدهون جوى الجسم وفي خاصية البلوتوز بين البيانات اوتوماتيك بالبلوتوز آآ للهاتف للتليفون يعني عشان يبقى عندنا آآ زي بيانات آآ الوزن بتاعنا والبيانات بتاعتنا موجودة آآ معنا على التليفون آآ ده سعره خمسميت جنيه ونازل عليه عرض اربعين في المية عامل آآ تلتميت آآ جنيه فده حاجة ممتازة والسعر بتاعه مش عالي كويس وده ريفيو برضو عن عروض سنتر شاهين ممكن تخش وتفرجوا عليها ان شاء الله في في القناة عندنا وحسب لكم ان شاء الله فسندوا الوصف قوائم بكل عنوع على جهزة المنزلية سكت غسلات او طلاجات ممكن برضو تخش وتفرجوا بالتفصيل بقى شرح كامل لكل جهاز بمواصفاته لو اول مرة تشاهدونا يا ريت شرفونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على وضع الكل وعمل اعجاب للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة